أنا هبدأ قبل أي حاجة هتكلم على جزء صغير باللي كنا بنتكلم عليه وإحنا قاعدين في قط المسافرين في غرفة الضيوف وكنت بتكلم على أجدع عيلة في مصر عيلة من العدل وكنت قاعد عمال بحكي على مكالمة حصلت مبيني ومبين أستاذ سامي الله يرحمه رب العالمين فحتى علقت وقلت شبرة ده حقيقة أنت حاجة لموقف على فكرة بالنسبة لي مش غريب ده سامي يعني ده هو الله يرحمه يا رب شبرة ودكتور متحة وعائلة العدل لعب الدور قد إيه في تكوينك في حياتك في اكتباتك وصولا إلى شارلي شابلان اللي تكتب له ثلاث قصايد أول ما مات أول حاجة طبعا إحنا من المنصورة والمنصورة مدينة كزمو بولاتينية طبعا وعمرة عايش فيها جريج وعايش فيها هالة المنصورة أولدت وتنقلت المنصورة عمري خمس سنين فإحنا لما روحنا شبرة يعني ما فيش فريق قوي بين الحياة هنا والحياة هنا شبرة فيها كل كأنك قطعت قطعة من نسيج اللحم الحي المصر حطيتها تحت الميكريسكو فإنت عندك مسلمين مسيحيين يهود إيطاليان يونانيين كنت بقى له معهم كورة وكاتب عنهم قصيد اسمها ياني وحنة ونيكولا فشبرة كان العيلة مسلمة الوحيدة في العمرة هي عائلتنا والبيئة كله مسيحيين بس احنا عمرنا مسألنا بعض انت مسلم ولا مسيحي بس فشبرة أسرت فينا تأثير غير طبيعي فكرة تقبل الآخر فكرة ان انت دين لله ورطن للجميع عيسى نبي موسى نبي محمد نبي كل من الونا بيصلي عليه دي جملة شبراوية واخد بالك فإحنا تربنا كده انك تتقبل الآخر ان انت تبقى معندكش مش كلم مع اي حد له رأي محتلف عنك دين لون شكل شبرا أسرت في تركيبتنا وتكوينتنا طبعا بلازبا كلمة المشهورة شين 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 شقاوت شباب شبرا طبعا وجدعانة شباب شبرا ودي حقيقة الشبراوية معرفوا بعضهم ببرا مصر يعني انا في ايطاليا وقابلت حد يكلمني اقولوا انت من شبرا بس فده سامي العدل ودي شبرا ده جزء من تكوين العيلة وتكوين دكتور متحن ويمكن اظنوا سرعني لو انا غلطان في التركيبة الشبراوية دي اثرت كتير في مسألة انه النبرة العالية مش بكلمها على علو الصوت في المستوى النبرة اللي هو ايه احنا بنقول احنا ما بنخافش احنا ما بيهمناش ده واحد اتنين فكرة التنوير جرأة صراحة او دي حقيقة او دي حقيقة شبرا عودتنا ان احنا صراحة عودتنا ان احنا جدعان عودتنا ان احنا ما بنخافش اعيز اقولك على حاجة اقل تأثير للاخوان المسلمين في جامعة حياء مصر ومدن مصر في شبرا نيجي عند شبرا ويقف عند شبرا ويقف خط حدود ده حقيقة اه يعني شبرا تحديدا انه ما عارفش خشوها من اصله اه شبرا ناس جدعان شبرا ناس فيها الطبقة الحافظة لمصر طبقة المتوسطة المسرية الحقيقية هي موجودة في شبرا التعليم المدارد اراجلت في التوفيقات السنوية ودي طبعا من اوائل واهم المدارس صحيح كانوا قدامنا البومباستير او الراعي الصالح اللي كان فيها داليدة ايوه اسكتكبر مننا اسكتكبر طبعا اه فاحنا كانت عندك شبرا دي وطن شبرا وطن شبرا كبيرة كمان اوي اوي وفيها خمسة ستة سبع مليون فانت بتتكلم في بلد جوا الناس شبرا تروحها دلوقتي تلاقينا الشغالة والمطاعم شغالة ومحالات اللبن شغالة ومحالات الكشر شغالة فناس قلوبهم مفتوحة على بعض فجريئة بتقولي لنفسها فيه ما بيهمهاش من حد ما بتخافش من حد فدي طبعات شبرا ودي طبعاتنا اللي احنا اتولدنا عليها وتعلمناها وتربنا عليها فاصبحنا عندنا مش عايز اقول جرأة في الحق لكن ما بنخافش لن نخاف الحق لو ما تلاقي حتى اصبح جزء من الجمل اللي يقولها المصريين في وقت الشدائد والاخبار يقولك ده لو زعانوا نحنا نطلق عليهم شبرا صح يا حقيقة قالوا ان شبرا نفسها عدادة كبير جدا وزي ما بقولي لحضرتك وشجعان وشجعان وما عندهمش فكرة انك فصيل متطرف في شبرا ده مش موجود يعني مفيش حاجة اسمها تبقى انت فصيل متطرف ديني فصيل متطرف سياسي مفيش ده الناس كلها تحيس انها على قلب رجل واحد باختلاف الاديان واختلاف الاجناس واختلاف الالوان فعشان كده قلبهم مبتوء على قلبه بعض ومن هنا ما اقدرش ان انا ابعد ذهني عن انه طبيعي ان شبرا تطلع تقول امريكا شيكابيكا وشبرا تطلع تعمل حلم العربي وشبرا تعمل عشرات الامور وشبرا تعمل بليك حمدي وشبرا عمري بليك حمدي يعني مش عايز اقول اسماء شبراوية كتير جدا جدا ان شبرا فيها كان نفهم بس يكفي ان شبرا فيها بليك حمدي ودليد ودليد